على مدى ثلاثة أعوام لم تتوقف العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من اليمن لا سيما جبهات الحرب في محافظة الجوف والتي لا تزال تشهد معارك مستمرة بين الجيش الوطني من جهة وميليشيات الحوث التي انقلبت على الدولة وابتلعت مؤسساتها من جهة أخرى وبين هذا وذاك كان التحالف العربي الداعم للشرعية حاضرا بمقاتلاته الجوية ودعمه لتحركات الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة لن نبرح هذا المواقع وهذا الأرض حتى نحرر كل شبر من هذه المناطق اليمنية وإن شاء الله سوف تحرر في أقرب وقت ممكن ونستعيد كل مؤسسة الدولة التي عبثت بها الميليشيات استعادة الدولة هو الهدف الوحيد لهؤلاء المرابطين في الشعاب والصحاري المشتعلة بالنار وبرغم الظروف الصعبة التي يعانونها غير أنهم لم يتوقفوا وبإسناد مقاتلات التحالف العربي شاءت إرادة الأبطال أن تتحرر هذه المسافات الصحراوية الشاسعة بل وأكثر من 90% من هذه المحافظة صارت تحت سيطرة الجيش الوطني وفق تقديرات المنطقة العسكرية السادسة التي لا يزال أفرادها يحققون الانتصارات وآخرها سيطرتهم على معسكر طيبة الإسم بمديرية برط العنان البحاذية لمعقل البليشيا في صعدة والذي كانت تتقد منه الميليشيا معسكرا تدريبيا ومركز إمداد لعدد من جبهاتها في محافظتي صعدة والجوف طيبة الإسم الاستراتيجي هذا المعسكر التاريخي الذي له تاريخ طويل في عهد الجيش اليمني وبتحريره سيتم قطع إمداد الميليشيات في وادي الظهرة ووادي الغعيف وكما أن هذا المعسكر له أهمية استراتيجية حيث أنه يشرف على الخط الدولي تحركات عسكرية على الأرض تشهدها جبهات محافظة الجوف والمنطقة العسكرية السادسة عموما وعلى خط تحرير هذه المحافظة وما تبقى من الجمن ككل لا تتوقف البنادق ومعها مناشدات الأبطال بمزيد من الدعم العسكري الذي يتعين على التحالف العربي تقديمه في استكمال عملية التحرير واستعادة الدولة وننتظر أيضا من التحالف المزيد من الدعم لكي نواصل تحرير ما تبقى من محافظة الجوف ومحافظات الجمهورية إن شاء الله أمال كبيرة في تحرير البلاد من الميليشيا وعودة الدولة وحتى تستعيد الحياة إيقاعها من جديد في هذه الأراضي الشاسعة أقسم أولاء الجنود المربطون في جبهات الحرب ألا يعودوا دون حلم الدولة ومشروع الوطن الكبير الذي يكبر في قلوب القابضين على الزناد ويصغر في صدور الجبناء المتأمرين على اليمن أرضا وشعبا على الجرادي قناة بلقيس الجوف